لو قدرت أنك أنت تدرك دبيب الحسد لو دب القلبك لازم تعرف أن بقاء الحسد فيه على طول هروب السلام النفسي وانهياره وهنا فيه مساوئ بيعيش بيها البني أدم وعواقب وتمن مش قليل أولها تحول أشرف ما فيك وهو قلبك لقلب شيطاني آه الشيطان عايز يفرح في الإنسان لما يدخلوا النار وكل واحد فينا بيفرح في إنسان متصاب أو عنده أزمة إنه وده الحسد ما الحسد هو التمني زوال النعمة مش مبسوط وإنت النعمة دي في إيدك فلما راحت منك أنا حسيت بشيء من السكينة كده إن إحنا بقنا زي بعض وده قلب شيطاني ورابيكا كوناندك أحد الكتاب عندها كتاب اسمه الرذيلة المتلألئة إيه الرذيلة المتلألئة دي؟ الرذيلة بتلمع أيوا بتقول فيها إن من أسباب الإضطراب الحسد لما تيجي النعمة في إيده واحد تتدايق فتبقى مضطرب تحس بالفشل هو عنده وأنا ما عنديش سبقتني واتجوزت وفتح الشرك وأنا مش عارف مرتبه زي تغير عربيته شايفه بيدحك مع عياله ولا مع مراته هو ماشي وأنا مش عارف أعمل كده فأنا متدايق اضطراب قالت لك شماتة وفرحة إذا أصيب فسمتها الرذيلة المتلألئة لأن ساعات آه فيها انبساط لما شوف حد موجوع قال ألا ده قلبي شيطاني قوي ربك يقول على المنافقين إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرح بها انت ما ترداش على فكرة أنه قلبك يبقى كده وده أغلى ما فيك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من قطى الله بقلب سليم الشيء السيء التاني اللي بيصيب الإنسان الحسود وبيطرد السلام النفسي هو طول الحزن أيوة الحسود بيداء كتير لأن ربنا كريم ورزق واسع على الناس هو مش شايف كرم ربنا عليه هو منشغل دائما بالمفقود وعلى فكرة هو لعندي نعم كتيرة وفي نعم كتيرة في إيد الناس مش عندي لحكمة ربنا وحسن رعايته لاحتياجاتي وبيحميني من اللي يؤذيني فأنا لو منشغل بالمفقود أنا أحزن كتير لأن خير ربنا كتير في إيد الناس وكان أبو الليث السمرقان دي يقول كده خمس مساوئ تصيب الحسود قبل أن تصل إلى الحاسد غم لا ينقطع بسبب رؤية نعمة ربنا في إيد الناس ومصيبة لا يؤجر عليها حزن مفووش أجر وصخة للرب ومذم لا يحمد عليها صفة يعني الناس ما بتطقش صفة الحسد دي ثم الأخيرة يحرم التوفيق لأن التوفيق بيجي من الأمل والأخذ بالأسباب والاعتماد على ربنا والحسد بيطرد السلام النفسي اللي بيسمح للبني آدم أنه يثق في ربنا ويعتمد على ربنا أقولك على حاجة تالتة كمان الحسود بيغتاب كتير ليه؟ لأن اللي بيغتاب أصلا منشغل بالناس مش منشغل بنفسه كلامه كتير على الناس وغالباً بيبقى سالبيه بسبب الحسد وعدم الاستراحة للنعمة اللي في إيديهم أو الفرحة بالأزمات اللي بيعدوا بيها عشان كده سيدنا النبي يقول إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كم من الناس اللي هيخدوا من حسنات الحسود بسبب غيبته يوم القيامة هم يستحملش كده بس أصلاً الغيبة بتطلع من القلب مش مستريح فالشخص اللي يشعر إن مفيش سلام نفسي في قلبه فيه انهيار للسلام النفسي محتاج يراجع موضوع الحسد ده ويبدأ يتحمل مسؤولية إعادة بناء هذا السلام إلا أفساده الحسد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر